التحديات التي تواجه الأمن القومي للمنطقة العربية وبعدين نبدأ نتفرع طبعاً مصطلح التهديدات والتحديات في فارق بينهم خلينا برضو نتكلم بسلوب أكاديمي بسيط في فارق بين التهديد والتحدي التهديد يؤثر على حياة المواطنين بتوعية الدولة حد منهم حيموت أو جزء من أرض الدولة حيتاخد أو الاتنين مع بعض ده كده التهديد ده ده التهديد ودايماً بتستخدم مع القوى العسكرية حد حيموت فأنا بخش على طول بعمل عسكري عشان الناس دي ما تموتش زي الإرهاب تهديد طبعاً العدوان بشكله الواضح الصريح أي إن كان من دولة أو من جامعات تهديد أخذ جزء من أرض الدولة تهديد فدايماً ده اسمه التهديد التحدي ظروف بتواجه الدولة بتقلل من مشروعات التنمية يبقى أنا عشان كده المصطلحات الصحيحة تؤدي إلى أفكار صحيحة صح والأفكار الصحيحة تؤدي إلى سلوك صحيح مظبوط فأنت لو عايز السلوك يبقى صحيح لازم تقوله المصطلح الصح عشان الفكر يبقى صح والسلوك في النهاية فدايماً يعني كورونا كورونا تحدي على كل دول العب يقلل مشروعات التنمية تمام؟ ودايماً التحديات تستخدم معها القوى النعمة إجراءات اقتصادية سلوب سياسي وهكذا لكن التهديد تستخدم معها القوى العسكرية جميل جداً ففي مجموعة من التهديدات والتحديات بتواجه المنطقة العربية نمسك مع بعض كده المنطقة العربية ثلاث مراكز سقل رئيسية خلينا نتكلم بصورة استراتيجية وزي بانوراما كده من فوق مركز السقل الأولاني منطقة الشام اللي هو العراق سوريا لبنان الأردن فلسطين بالطبع مركز السقل ده حتى بيسمونه مركز سقل الحضارة اللي فيه الأنهار وحصل فيه الحضارات المختلفة ده تأثر تأثر شديد بالعراق طبعا من أول الاحتلال الأمريكي إضافة إلى سوريا إضافة إلى لبنان اللي بيحصل فيها إضافة إلى فلسطين طبعا والأردن متأثرة بكل كلام أكيد فده مركز سقل تأثر تأثر شديد مركز السقل الثاني اللي هو منطقة الخليج اللي هو السعودية طبعا واليمن سلطنة عمان الإمارات قطر البحرين الكويت بالزبط كده ده مركز سقل الفلوس والأموال والبترول وده اللي ممكن كان يمد المنطقة بالكامل بكل ما تحتاجه من أموال لعمل مشروعات تنمية كويس جدا وهو يكسب ويكسب المنطقة ده تأثر تأثر شديد سلبي لأن مركز السقل اللي فوق في الشمال قدامه تأثر وفتحت له جابها تحت في اليمن 1900 كيلو يبقى ده متأثر من الشمال ومن الجنوب وتضخيم الخطر الإيراني من الشرق يعني من الثلاث اتجاهات مركز السقل الثالث شمال أفريقيا اللي بيحصل في ليبيا ده يؤثر على كل الدول العربية في شمال أفريقيا بدءا من ليبيا طبعا مصر تونس الجزائر وانزل تحت برضو على السودان ومنطقة السقل والسهراء فدولي الثلاث مراكز السقل الرئاسية مشكلة مصر ضربت الموقع أنها تقع في المنتصف ما بين مراكز السقل الثلاثة فأنا كمصر متأثر بأي مركز السقل واللي بيحصل فيه ولازم يبقى ليه يدور فيه عشان عمل على استقراره ارجع ليه عبقرية المكان وكتب الراحل العظيم الأستاذ الدكور جمال حمداد فأنا ما عنديش رفاهية إن أنا أنعزل عشان في بعض القراء وهي وطنية بتقول نقفل على نفسنا وليه نساعد الناس دي وما نقول إحنا أولى وبتاعها ما عنديش هذه الرفاهية أنا مش عايش على أطراف العالم في سويسرا أو الدنمارك أو الدول على أطراف العالم لأنا عايش في قلب العالم ودي عشان كده احنا يعني قلت أشرح الموضوع في صورته كابانوراما تلات مراكز السقل الثلاثة أيضا ديف إلى ذلك حوض النيل وما يحدث فيه بالنسبة لمصر فأنا عندي كده أربع اتجاهات استراتيجية حوالين مصر متأثرة تأثر سالبي بالغ طبعا التهديدات التي تواجههم الإرهاب الإرهاب بيأكل جزء الإرهاب في المنطقة دي دايما الإرهاب عايز جزء من أرض الدولة تحت مظلة دينية أو مطالب عرقية داعش عايز إيه حتة أرض ليه أقيم الدولة الإسلامية يعني دايما عايز حتة أرض وبالتالي ده تهديد واضح جدا ليه كان الدولة ترجمة نانسي قنقر